صباح الخيرات صباح المساعدة على هالحشواء الجميلة اليوم بسوي معاكم الخبزة الكشوخية الخبزة الجنوبية طبعا هنا عندي بر خلو تخلطين معاها شوي ابيض وطلع افضل عشان ما تطلع لك الخبزة سمراء اللي بها سمراء بر غامج عادي بس كمان لما تخلطين معاها مع نفس الدقيق تخلطين ابيض واسمر تطلع لونها حلو كده مقامك ولا فافح كمان طبعا تنخلينا مقاديرها ايش طبعا دقيق الخبزة العادية دقيق ملح موية خميرة بس هذا المقادير الاساسية بما ان خبزتنا اليوم كشوخية راح اضيف لها بس هليب وسكر بس على المقادير العادية فطبعا المقادير على حسب انتو من ترحبين طبعا خبزة صغيرة طبعا خبزة كبيرة هلا كده تمام هنا راح احط عندي اربع اكوة طبعا هنا طبعا عندنا السكر شوي السكر السكر طبعا سبحان الله يحطي طعام للخبز اللي عندهم طبعا سكر لا يحطوه بتصالحين هالكبار السن عندي كبار السن لا تحطوهم سكر طبعا بالعادة الدقيقة اللي ما نفتحنينها تحطينا عليه ملح تمام حطينا الخميرة ملعقة الخميرة وهنا كمان بلحط ملعقة حليب فودر بس نخلط هالمقادير كلها مع بعض والموية نحطها طبعا بالتدريج هنا نبدأ نعجل حطوا الموية على دفعات بسم الله طبعا زي ما قلت لكم تقدرين تخلينها عجينة ايش موية دافية طبعا تقدرين تخلينها عجينة كلها بر وممكن تسوي مكس زي ما انا سوي حالاتها فيها تصير على تشايفين حتى اللون يصير افتح شوين لما تكون كلها بر هذه طريقتي انا طبعا في ناس انا بعض الوقت لما يصير امي اصلح لها مثلا يعني عندي احد كبير في السن لان اصلحها كلها بر يبطلونها سبحان الله يستمرين تلعجنه لازم تكون ايش اكسه من عجينة الفطائر الخبزة لا تكون اكسه من عجينة الفطائر لان تحطينها بالتدريج طبعا ما تقدرين تلتزمين كمية معينة للموية على حسب الدقيق في بعض الانواع الدقيق تشرب الموية ترى نكمل عجب في ناس يضيقون معها اضافات اللي هو حف الرشاد في ناس يضيقون معها ينصون في ناس ينكون يعني بمعنى اصافر بداية هنا ما هي أكتوى الأساسية الاساسية للخبزة موية ملح خميرة بس مدير بس الاضافات هنا سيضيفون بيضة بل زيتان اليوم ضد حليف السكر هذي اضافات بس الاساسية موية و منح نضيف الكبزة العريكة نضيف الكبزة نضيف الكبزة نضيف الكبزة نضيف الكبزة من نصف ساعة إلى ساعة على حسب الجو جوز الآن بارد بسمودة كالبرودة ممكن تخذ لها نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع كده وبعدها نوريكم الطريقة الثانية إن شاء الله بسم الله خلصت العجينة اختمر شايفين بسم الله أخذت لها نصف ساعة هنا إن الجو عندي دافئ في مطبط نفس طريقة المعجنة تطلع الهواء منها طبعا بصلح ما راح أصلح كلها خبزة راح أصلح شكلين اثنين بسم الله الآن نبدأ في برد الكبزة طبعا كيب قاعدين تجنون هذا ايش بتستجنون على ريزكم بساطركم واصل زعنها بدا ايش بالسكين تمام 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 ايش تمام ايش بساطر نضع الاش حريفة الوجه الآن نضع الحريف نبدأ الآن وقت التزيين ايش رح نسوي؟ لكل جزء رح نضع عليه نضع الفرق نضع الفرق او تضع عليها صاجة اكبر من الصاجة هذه ودخلها الفرن تأخذ نصف ساعة الى ساعة الى ربع على حسب حج العجينة تمام طبعا هنا خلص نخفزتها شايفين شايفين طبعا في نصف سبون عليها السن الصبت انا ما فيه بصراحة اولا الجو بارد ولو متاكلت تصير دسمة وتحمينها وتبين في اشياء كثيرة مع هبائل هذه طبعا كوزاتنا الصغيرة نكمل السنة طبعا المنزل نعم جميعا نحط الدمر نضع الثمر والسامن والأسل كله مع بعض السامن لأبي حب أخليها في الحالة نضع الخبزات شايفين هذه خبزتنا مع شاه حبق دعنا نجرب معاكم واحدة شايفين من داخل كيف لدي هذا شوف الخبزة من داخل شايفين دعم شون 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 اشتركوا في القناة